أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعة التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مكبولي ووزراء البترول والتموين والزراعة وعدد من المسؤولين عقبه اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الزرا وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية لا سيما في تدخل التي تتدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاسترادية ويسهم في ضبط الأسعار وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وكذلك على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز انتاجها من اللحوم والألبان أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية ريان كيفكا الواقعة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القرية تتعرض للقصف وتقع القرية على بعد 180 كم شمالي بخموت وهي مدينة في منطقة دونستيك الشرقية والتي شهدت قتالا عنيفا في الأسابيع الأخيرة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تريد أن تتعرض روسيا للهزيمة في أوكرانيا مشددا على أنها لا ترغب في أن يتم صحقها وأدف ماكرون خلال حوار صحفي أنه يجب العمل على إلحق هزيمة صاحقة بروسيا ومهاجمتها على أراضيها كما حتى أعضاء حلف شمال الأطلنطية على تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا هذا وتعرض ماكرون لانتقادات من بعض أعضاء الحلف بسبب رسائله المتضاربة حول سياسته إذا الحرب بين أوكرانيا وروسيا قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده مستعدة لدعم أي دولة يكون لديها الاستعداد لإرسال طائرات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن ودع سوناك الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا مؤكدا ضرورة أن يبحثوا الحلفاء الغربيون عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة أعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب ارتفع عدد ضحايا الإعصار جابريال في نيوزيلندا إلى 11 شخصا مع استمرار فقدان آلاف الأشخاص واكتح الإعصار المناطق العليا في الجزيرة الشمالية في 12 فبراير الماضي قبل اكتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسعا نطاق وقالت الشرطة أن نحو 5600 شخص ما زالوا مفقودين في جميع أنحاء البلاد ووصف رئيس وزراء نيوزيلندا الإعصار جابريال بأنه أكبر كارثة طبيعية شهدتها نيوزيلندا هذا القرن أكدت الأرجنتين اكتشاف حالتين جديدتين من انفروانزا الطيور في طيور برية بعد ثلاثة أيام من أعلان أول حالة إصابة بالمرض في منطقة أمريكا الجنوبية وأعلنت الأرجنتين وأروجوي وهما منتجان زراعيين قبل أيام حالة الطوارئ الصحية بسبب الحالات الأولى المسجلة الأربعة الماضي وقال مسؤولون في كلا البلدين أنهم عززوا الضوابط على الحدود وفي الداخل لمواجهة هذا المرض مشاهدينا انتهى موجز التاسع وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل